بسم الله الرحمن الرحيم الحاجة التانية التعرف على الصورة العامة للبناء الاقتصادي في العالم الحاجة التالتة تفسير الكثير من المشكلات الاقتصادية المختلفة في العالم أربعة فهم التكتلات الاقتصادية والسياسية المختلفة في العالم خمسة دوافع التنمية الاقتصادية ستة المحافظة على الموارد الاقتصادية سبعة التجارة الدولية وانقسام العالم إلى أسواق مختلفة تمانية التلوث البيئي ثالثا خصائص الموارد الاقتصادية تتمتع الموارد بالعديد من الخصائص نذكر منها ما يلي واحد الموارد الاقتصادية تتمتع بالنضرة النسبية ولها سعر وتكلفة اتنين الموارد الواحد يشترك في إنتاج العديد من السلع ثلاثة احتياج السلع الواحدة إلى تشغيل واستخدام أكثر من موارد لإنتاجها أربعة التوزيع غير المتساوي للموارد الاقتصادية على دول العالم خمسة يمكن إعادة استخدام بعض الموارد ستة بعض الموارد تسبب تلوثا للبيئة واحد الموارد الاقتصادية تتمتع بالنضرة النسبية ولها سعر وتكلفة فالنضرة النسبية تعني أن الموارد تزداد بمعدل بسيط بالنسبة لزيادة الحاجات والرغبات سعر الموارد وتكلفتها الانتاجية يتحدد من خلال التفاعل بين قوى العرض والطلب اتنين الموارد الواحد يشترك في إنتاج العديد من السلع فمثلا الأرض تستخدم فيه الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والإنتاج التجاري أيضا نجد أن القطن مثلا يستخدم فيه صناعة الخيوط وصناعة الملابس وصناعة الزيوت ثلاثة احتياج السلع الواحدة إلى تشغيل واستخدام أكثر من موارد لإنتاجها فالأرض والعمل ورأس المال السلع الزراعية والسلع الصناعية تحتاج إلى كميات مختلفة منهم جميعا الأرض والعمل ورأس المال يشترك جميعا في إنتاج العديد من السلع الزراعية والسلع الصناعية أربعة التوزيع غير المتساوي للموارد الاقتصادية على دول العالم حيث تختلف ندرة أو وفرة الموارد من دولة إلى أخرى فهناك دول لديها فائد في بعض الموارد أو وفرة زي البترول اللي موجود في دول الخليج العربي وأيضا هناك دول لديها عجز في بعض الموارد أو ندرة خمسة يمكن إعادة استخدام بعض الموارد مثل معظم المعادن التي يعاد تشكلها من جديد لتدخل في إنتاج سلع أخرى ستة بعض الموارد تسبب تلوسا للبيئة زي بعض موارد الطاقة مثل الفحم والبترول والتي تحدث أضرارا بالبيئة خلال مراحل إنتاجها زي انبعاثات ساني أكسيد الكربون فعملية صهر المعادن ينتج عنها بعض الأدخنة التي تلوس الهواء أو ينتج عنها بعض النفايات التي تلوس المياه وتهدد الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية